الجوهرة المغربية صاحب الأهداف الخيالية أحسن لاعب في القارة الإفريقية خلال الألفية الأولى والمتوجب الكرة الذهبية الأسطورة مصطفى حجي رمز الوطنية وحب المغرب وتفضيل تبليل القميس المغربي واللعب للأسود بدل فرنسا بعد العرض الفرنسي سنة 1993 شارك مع المنتخب المغربي وبصم على سجل حافل بالإنجازات والألقاب منديال أمريكا 1994 لا زال في أذهان منعاصر الجيل الذهبي والمقصية الشهيرة في مرمى الفراعنة عنوان التألق والإبداع والنجومية اعتزل مصطفى حجي بعدما ترك تاريخا ومجدا عظيما وكان لابد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تستفيد من تجربته الكروية وجاء القرار من الجامعة بتوليه ومنحه منصب مساعد مدرب في المنتخب المغربي الذي كان يقوده آنذاك بادو الزاكي لم يتوافق مصطفى حجي مع بادو وكانت هناك صراعات داخلية رحل الزاكي وجاء رونار رحل إيرفي وجاء وحيد عجوز قاد الأسود في الفترة ما بين 2019 و2022 بقلبه الصلب وعقله العنيد وقراراته الصارمة لم ينجح خليلوزيتش في تدريب المنتخب المغربي الشخصية المركبة كهربت الأجواء داخل الإدارة والضغط الكبير وعدم رضى الجماهير والمستوى الدنيء الذي وصل إليه المنتخب المغربي جعل مشادات كلامية بين مصطفى حجي وواحد خليلوزيتش وبدأ كل واحد يلقي باللوم على الآخر قدم مصطفى حجي استقالته من منصب مساعد المدرب بعد وابل من الانتقادات عليه من طرف الجماهير المغربية توارى مصطفى حجي عن الأنظار وانقطع الخبر عن المدرب المساعد بعدما تولى وليد الرقراغي قيادة المنتخب وعين بن محمود مساعدا له تفاجأ الجمهور المغربي بنبأ إيقاف مصطفى حجي من مزاولة التدريب لمدة خمس سنوات وجاء ذلك عبر إختار أصدره المجلس التأديبي للاتحاد الإفريقي واضح أن الإيقاف سببه التصوير في رخصة التدريب والتلاعب بوثائق تدريبية والتحايل على الاتحاد المغربي لكرة القدم الجامعة لم تصدر أي قرار وأضاف البيان أن المجال مفتوح للطعن من طرف مصطفى حجي في القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ترجمة نانسي قنقر